وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف ضرورة الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2024-2025 وانضباط العملية التعليمية من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة وبجودة عالية لأبنائنا الطلاب من خلال بيئة تعليمية ملائمة خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين ومدير المدريات التعليمية لمناقشة أليات الاستعدادات للعام الدراسي الجديد أكد وزير التربية والتعليم أن الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو مناقشة لكافة آليات تنفيذ الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية كما أكد الوزير على أنه سيتم توزيع خريطة التدريس وخطة نماذج التقييمات الأسبوعية على المدريات قبل بداية العام الدراسي الجديد